هنعمل سناك رهيب وصحي بودنج بالشوكولت والأفوكادو أولادكم مرة حيعجبهم لأنه بالضبط كأنه بيأكلوا شوكولت بودنج أو موس وطعم الأفوكادو أبدا ما يبان لكن مهم أنكم تختاروا نوعية أفوكادو كويسة عندي فيديو تكلمت عن هذا الموضوع بالتفصيل هحطه لكم هو في صندوق الوصف فشوفوه فهنحط حبتين من الأفوكادو تقدروا تخرجوها بسهولة بالملعقة أنا أحب أحط ثلاثة ملاعق من بودرة الكاكاو أشوفها ممتازة ما تصير بزيادة مرة ولا بزيادة طعم الشوكولت خفيف وكمان أحط فانيلا للنكهة وكمحلي أحب أن أحط عسل أو ميبل سيروب اللي موجود عندي وبعد كده حنطحن كل شي تقدروا تستخدموا محضر الطعام صغيرة يفضل تكون صغيرة لأنه كمية البودنج اللي هنعمل ومهي كبيرة فلو حطتهو في خلالات كبيرة أو محضر الطعام كبيرة ما حتى نخلط معكم المكونات ونبغى الأفوكادو ينطحن للأخير عشان يكون تكستر أو القوام حقا البودنج مرة ناعم وما يكون فيه أي كتل صغيرة فأنا أشوف أفضل شي عشان أتخلص من كل الكتل إما محضر الطعام صغيرة أو هذا الخلاط اليدوي برضو مرة ممتاز فشوفوا إلا عندكم موجود في البيت استخدموه أهم شي إنكم تخلطوا المكونات مزبوط وأنا ما حب أضيف أي سائل لأنه أبقى قوام البودنج يكون تقيل وكده انتهينا من تحضير البودنج طبعا تقدروا تاكلوه على طول لكن أنا أفضل إنه خليه في التلاجة كم ساعة إليه ما يصير متماسك أكتر وحتلاحظوا القوام حقه حتى حيفرقوا حتى تستمتعوا أكتر وإنتوا بتاكلوه بس طبعا الأولاد عندي مرة كانوا متحمسين فأكلوه في لحظتها بس أنا أنصحكم تخلوه في التلاجة كم ساعة تقدروا تزينوا بفواكه تقدروا تقدموا مع موز نحن حطينا شوكولت مبشورة جربوا الوصفة واستمتعوا إنتوا أولادكم أو أخوانكم وبالعافية